اشتركوا في القناة إلى توقيع الاتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل الموقع في عام 2023 لتمثل بذلك نقل نوعية في مسار التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين واستكمال للخطوات الرامية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في إطار المسار التكنولوجي المتقدم لاتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل جرى الإعلان اليوم عن مبادرة تعزيز الجغرافية المكانية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي يهدف من خلالها إلى تعميق التعاون في مجال تطوير التقنية المتقدمة التي تلبي احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية وقد أعلن الجانبان بيانا مشتركا في هذا الشأن فيما يلي نصه تفخر الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بالإعلان عن مبادرة تعزيز الجغرافية المكانية التي تمثل خطوة طموحة تعزز إحدى أعرق وأعمق الشراكات الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط حيث تأتي هذه المبادرة انطلاقا من المسار التكنولوجي المتقدم لاتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل الموقعة في عام 2023 والتي عززت التعاون بين الجانبين الأمريكي والبحريني في مجالات الدفاع والأمن وتوظيف استخدام التكنولوجيا المتطورة إن التزام مملكة البحرين الراسخ بالأمن الإقليمي يتمثل في دورها المحوري في دعم الجهود متعددة الأطراف الرمية لضمان الملاحة الأمنة في البحر الأحمر وخليج عدن ومكافحة التهديدات التي تواجه التجارة البحرية ودعم القانون الدولي وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين على التزامها المستمر بتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية ممرات التجارة العالمية الحيوية ومن خلال مبادرة تعزيز الجغرافيا المكانية والمسار التكنولوجي المتقدم لاتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل ستتعاون الوكال الوطنية لاستخبارات الجغرافيا المكانية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل مرجعية رائدة في مجال استخبارات الجغرافيا المكانية مع الأطراف المعنية في مملكة البحرين لإنتاج وتبادل البيانات الأساسية المتعلقة بالجغرافيا المكانية والهيدرографية والملاحة الجوية والطيبغرافية كما ستعمل هذه الشراكة على تعزيز سلامة الملاحة البحرية للقوات العسكرية وتطوير منظومة الأمن البحري في أنحاء المنطقة إن الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين والتي تمتد جذورها إلى عقود من الثقل المتبادلة والأهداف المشتركة هي انعكاس لمتانة هذا التعاون ومعا ومن خلال مبادرات مبتكرة مثل مبادرة تعزيز الجغرافية المكانية نؤكد من جديد عزمنا على مواجهة تحديات الحاضر من خلال الإبداع والتكاتف كما ستستمر هذه الشراكة في العمل كحجر زاوية للسلام والأمن والازدهار لكل البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب ترجمة نانسي قنقر